مرحبا بكم في هذه الوحدة بعنوان سرد القصص بطريقة أخلاقية هذه الوحدة من إعداد مؤسسة بندى للاستشارات الدولية ضمن مشروع أصوات حرة سنناقش في هذا الفيديو التدريبي كيفية تجنب استغلال مواضيع المناصرة والتوعية عند العمل لأغراض التواصل في منظماتنا وبعبارة أخرى كيفية تطبيق أسلوب السرد القصص الأخلاقي عند الحديث عن حرية التعبير منظماتنا تقوم بعملية التواصل حول برنامجنا عبر الوسائل المطبوعة أو الرقمية ولكننا نحن بحاجة للتأكد من أن القصة التي نرويها لا تسبب أي ضرر ولذا لا بد أن نضع في اعتبارنا على سبيل المثال كيف نتحدث عن ثقافة حقوق التعبير لمجتمعات الأقليات التي غالبا ما يتم استهدافها من قبل المؤسسات الرسمية أو عناصر معينة من مجتمع الأغلبية نرحب دوما بمساعدة المتطوعين والمتطوعات ودعم مؤيدين ومؤيداتنا في سرد قصصنا وغالبا ما يكونون مهتمين حقا وقلقين بخصوص القضية التي نعمل عليها ويريدون المساعدة نحن بحاجة إلى قضاء بعض الوقت للتأكد من أن المتطوعين والمتطوعات والداعمين والداعمات لدينا حتى المتبرعين والمتبرعات هم جزء من رواية قصة أخلاقية لا تستغل المستفيدين والمستفيدات إذا كان المتطوعون والمتطوعات يساعدون أو يحضر المتبرعون والمتبرعات حدثا ما كجزء من برنامجنا العام فينبغي تذكيرهم بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي المناسبة بما في ذلك استخدام الصور ومعلومات التعريف قد يرغب الناس ببساطة في إيصال التجربة دون تفكير بالعواقب أو فهمها للغة والصور ومقاطع الفيديو على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد والمنظمات تأثير كبير على الإنترنت يمكن أن تقدم المنشورات أوصافة نمطية للحقيقة مما يخلق مزيدا من الانقسام ويعزز التحيز الموجود على الإنترنت أو بشكل إيجابي يوضح ويخلق إنعكاسا دقيقا لواقع العالم المعقد الذي نعيش فيه عند إنشاء منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من المهم جدا أن نضع في اعتبارنا أنه من الصعوبة بمكان أن نقدم الآخرين ومحيطهم وبيئتهم في هذه المنشورات الموجزة فعلى الرغم من أن الضرر ليس مقصودا إلا أنه نتيجة لما تشاركه المنظمات من صور ونصوص يتم تصوير فئة معينة على أنهم غير إيجابيين أو أنهم عاجزون ومثيرون للشفقة والذي يؤدي بالنهاية إلى تغذية الصورة النمطية بدلا من كسرها بصفتنا مسؤولي ومسؤولات التواصل ومدافعين ومدافعات عن حقوق التعبير نريد بناء التفاهم والقبول والسعي لتحقيق العدالة للمهمشين والمهمشات في الوقت ذاته قد نسعى إلى تعزيز عملنا لكسب النوع المناسب من الاهتمام من الداعمين والداعمات والمانحين والمانحات يجب أن نكون على دراية جيدة بأدوارنا ومسؤولياتنا والتركيز على تفاصيل ما يتم نشره هناك أربع ركائز للتواصل بطريقة أخلاقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أولا تعزيز الكرامة ثانيا الحصول على التصريح بالنشر ثالثا التفكير في نوايانا رابعا كسر الصور النمطية وسنتحدث تاليا عن كل ركيزة بمفردها قد نغفل عن أهمية تعزيز الكرامة عندما تسعى القصة التي نرويها إلى تحقيق العدالة للمجتمعات المهمشة في بعض الأحيان يتم حجب حق مجتمع الأقلية في الانخراط في التعبير الثقافي عن طريق رد الفعل السيء من قبل المؤسسات الرسمية أو الأشخاص غير المتسامحين في مجتمع الأغلبية نتفاعل عاطفيا ونريد عرض الأعمال المروعة ليراها الجميع لكن ينبغي أن نسأل أنفسنا كيف يحترم ذلك كرامة الأشخاص الذين نسعى لتحقيق العدالة لهم؟ ينبغي تجنب استخدام الكلمات التي تحبط أو تروج للصور النمطية وهذا يشمل استخدام الصور لدينا المسئولية والسلطة للتأكد من أن ما نكتبه وننشره لا يحط من كرامة الأشخاص الذين نتفاعل معهم لا بد أن نضع في اعتبارنا دائما أن الناس ليسوا مناطق جذب سياحي يجب أن لا نستغل وضعهم من أجل سرد قصة مقنعة بدلا من ذلك نحتاج إلى إيجاد عناصر مقنعة من تجربتهم تحكي القصة الحقيقية التصريح بالنشر عنصر أساسي في التصوير بطريقة مسؤولة للآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي ينبغي أن نحترم خصوصية الآخرين وأن نطلب الإذن إن كنا نريد التقاط الصور ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان آخر يجب أن نتجنب التقاط صور لأشخاص في وضع ضعيف أو مهين بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى ما لم تكن قصتنا تحتوي على عنصر صحي محدد هناك حاجة إلى انتباه خاص عند التقاط الصور للأطفال ومعهم ومشاركتها بما في ذلك موافقة والديهم أو القائمين والقائمات على رعايتهم أو الأوصياء عليهم مع الاستماع أيضا إلى صوت الطفل واحترامه تظهر الصورة شخصا يوقع على نموذج موافقة عند توثيق أنشطتنا يجب أن نبذل قصار جهدنا للحصول على الموافقة على الصور والرسومات التي قد نستخدمها في المستقبل وهذا يشمل الفيديو الذي قد نشاركه على وسائل التواصل الاجتماعي هذا مهم بشكل خاص إذا كانت صورنا أو مقاطع الفيديو الخاصة بنا تتضمن أطفالا قاصرين سنحتاج إلى موافقة الوالدين أو الأوصياء على نحو متزايد تقوم منصات وسائل التواصل الاجتماعي بفحص المحتوى وتسارع في التصرف بناء على شكوى تتعلق بانتهاك الخصوصية قد لا يمنع نموذج الموافقة من إزالة الصور بواقع التواصل الاجتماعي ولكنها ستساعدنا في أي إجراء قانوني محتمل في حالة حدوث ذلك لماذا نحكي هذه القصة؟ هل لأنفسنا أو لمنظمتنا أم أننا نريد حقا أن تحدث فرقا؟ قد تؤثر نوايانا على كيفية تقديم تجاربنا والأشياء المحيطة بنا على وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال من خلال عرض الصياق الذي نعيش فيه على أنه غريب وأجنبي أكثر مما قد يكون ينبغي أن نسأل نفسنا لماذا نشارك ما نشاركه؟ هل نحن الشخص الأكثر صلة بهذه الحالة؟ النوايا الحسنة أو زيادة الوعي بالقضايا التي نراها أو جمع الأموال للمنظمة التي نتطوع معها ليست عذرا لتجاهل خصوصية الأشخاص أو كرامتهم تظهر الصورة امرأة تلتقط صورة سيلفي أمام صوامع بيروت المدمرة بعد انفجار الميناء عام 2020 وانتشرت الصورة بشكل واسع وكان هناك الكثير من ردود الفعل السلبية عليها وعلى الصور المماثلة يمكننا سرد نوعين من القصص أولا نوع الافتراضات المؤكدة للقصة التي تزود الجمهور بمعلومات تؤكد ما يفترضونه بالفعل أو ما يؤمنون به هذا لا يتحدى القارئة أو القارئة ولكنه يعزز ما لديهم ثانيا القصة الصعبة التي تتعمق في الفروق الدقيقة للموقف أو تكشف تعقيدات الواقع إنها ليست من جانب واحد ولكنها متعددة الأبعاد محترمة ولكنها استفزازية بكل معاني الكلمة إنها تثير القارئ أو القارئة لرؤية الأشياء أو التفكير فيها بشكل مختلف ينبغي استخدام الصور التي تفعل الشيء نفسه مع احترام كرامة موضوعنا فلا بد من تصوير الناس بطرق تعزز مشاعر التضامن والتعاطف وكذلك أن نسأل الخبراء والخبيرات المحليين عن نوع القصص من حياتهم أو مسقط رأسهم التي يرغبون في مشاركتها مع العالم أشياء أخرى يجب مراعاتها قبل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الصور أو الفيديوهات أولاً الحصول على التهجئ الصحيحة لأسماء الأشخاص وروابط وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والحصول على خلفية عن الأشخاص الذين تم تصويرهم ثانياً تقديم نسخة من الصور للشخص الموجود فيها ثالثاً احترام الثقافات والتقاليد المختلفة رابعاً أن نسأل نفسنا هل كنت سأقبل أن يتم تصويري بنفس الطريقة؟ خامساً أن لا نصور نفسنا كأبطال في القصة ولكن ينبغي وصف شجاعة وخبرة المواضيع التي نركز عليها شكراً على متابعتكم هذه المادة من إعداد مؤسسة بندى للاستشارات الدولية ضمن مشروع أصوات حرة والذي ينفذه تحالف كل من معهد صحافة الحرب والسلام مؤسسة بندى للاستشارات الدولية مراسلون بلا حدود منظمة الدفاع عن الإعلام وبدعم من حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا ترجمة نانسي قنقر